موسيقى تعرضت الكوات الحكومية الاوكرانية لقصف المدفعين في ساعة متأخرة من مساء السبت قرب ميناء ماريو بولي الاستراتيجي في شرق اوكرانيا في اول خرق خطير لوقف اطلاق النار وكان رئيس روسيا واوكرانيا قد قال في وقت سابق ان وقف اطلاق النار وهو جزء من خارطة طريق تهدف الى انهاء الصراع الدائر منذ خمسة اشهر متماسك الى حد كبير عبر شرق اوكرانيا حيث تقاتل قوات كييف انفصاليين مؤيدين لروسيا وسمع مراسل لرويترز دوية اطلاق نيران مدفعية بشكل مطول شرقي ميناء ماريو بول في شرق اوكرانيا ثم رأى بعد ذلك النار مشتعلة في مبنى صناعي وشحنة ومحطة بنزين في منطقة تقع في نطاق المدينة التي يقتنها خمسمائة الف نسمة على بحر اوزوف قرب الحدود الروسية وعلى الرغم من ان وقف اطلاق النار تماسك في معظمه يوم السبت فقد شكى مواطنون في نقطة التوتر الرئيسية الاخرى وهي دون تسك من قصف واطلاق نار بشكل متفرق ولسيما قرب المطار الذي ما زالت الحكومة تسيطر عليه وخرج المواطنون داعين الى الهدوء والسلام في المنطقة وحملوا الشموع فضلا عن ترديد اغاني دينية وصار المواطنون عبر شوارع وسط المدينة من اجل السلام واعلن الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الروسيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بسبب دورها في اوكرينيا ولكنه قال انه يمكن تعليقها اذا سحبت موسكو قواتها والتزمت بشروط وقف اطلاق النار وردت وزارة الخارجية الروسية بشكل غاضب يوم السبت على هذه الاجراءات وتعهدت برد فعل لم تكشف النقاب عنه اذا نفذت هذه العقوبات والجمال رويتارز